كان حرص سواحي بسكيكدا اليوم الأحد من توقيف 26 مهاجرا غير شرعي تراح عمرهم بين 28 و40 سنة بينهم فتاة وراضيع لا يتجاوز عمره 14 على بثن قارب خشبي قبلة السواحي الغربية من بعد وحسب مراسلنا فإن ذات العناصر رصدت قارب خشبي في حدود الساعات السادسة صباحا على بعد 9 أميال بحرية شمال الشرق قراس قدارون في بلدية الشرايا أقصى غرب ولاية سكيكدا ويتم على الفور ترصده وتوقيف من كان على متنه من مهاجرين غير شرعيين الذين ينحضرون من ولايات سكيكدا عن نابا وقسنطينا وبعد الانتهاء من الإجراءات المعمولة بها مع تقديم الإصعافات اللازمة للموقوفين خاصة وأن بينهم رزع تم تسليمهم إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة إقليميا